موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من المواقع الإخبارية وتحديدا من موقع يمن منتر الذي عنوان 180 ألف لاجئ يمني في دول الجوار حيث قالت وكلة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع وحماية النازحين إن قرابة 180 ألف يمني لاجئ في الدول المحيطة بالبلاد وأشار التقرير الذي ترجمه يمن منتر أن هؤلاء اللاجئين يعيشون في البلدان المحيطة باليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو 51 ألفا منهم يعيشون في مخيمات للنازحين في سلطنة عمان وحدها إضافة إلى أربعين ألف لاجئ يعيشون في المملكة العربية السعودية وأكثر من 36 ألف ومئة واثنين وستين لاجئ في جبوتي وهذه البلدان الثلاثة من الدول الأكثر استقبالا للاجئين اليمنيين ونوان آخر للموقع الصليب الأحمر يؤكد أن موظفته هي من تظهر في مقطع فيديو ويرفض التكهن بهوية خاطفيها وإلى موقع التغيير نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية موظفون مؤسسات الدولة في دمار يناشدون الرئيس هادي وبندغر بوضع حد لعمليات النهب من قبل الميليشيات وقالت التفاصيل إن الموظفي المؤسسات الحكومية في محافظة دمار ناشدوا رئيس الجمهورية هادي سرعة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة تضع حدا لعمليات نهب المال العام من قبل الميليشيات الإنقلابية بالمحافظة وقال موظفو المؤسسة الحكومية في المناشدة التي حصل مركز دمار الإعلامي على نسخة منها أنهم على أبواب كارثة إنسانية بسبب انقطاع رواتب ويعانون أوضاعا معيشية صعبة باتت تهدد حياة آلاف الأسر والأطفال وإن الرئيس هادي والحكومة هم المسؤولون عن الحفاظ على حقوق موظفي الدولة المشروعة مؤكدين أن حقوقهم تتعرض للنهب من قبل الميليشيات الإنقلابية ناهيك عن توقف صرف المكافآت والبدلات والحوافز منذ أكثر من ستة أشهر لماذا فشلت مشاورات السلاب اليمنية تحت هذا العنوان كتب وزير الإعلام نصر الطاها مصطفى مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب خلال الثلاثة أسابيع ثلاث افتتاح الجولة الثانية من مشاورات الكويت لم يتزحزح موقف الانقلابيين ولم يتغير وظل على تشدده وإصراره على إنجاز اتفاق يبدأ بتشكيل سلطة تنفيذية رئاسية وحكومية جديدة أي أنهم باختصار يريدون من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يرسموا ويشرعنوا انقلابهم بل ويجبر الوفد الحكومي اليمني أن يقبل ذلك ويستسلم له وبالتأكيد كان ذلك محل رفض كامل من المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي الذي لا يقبل بحال من الأحوال على رغم كل ما يمارسه من ضغوط على الحكومة اليمنية أن يخرق القانون الدولي ويشرعن انقلابا وتمردا مسلحا قامت به ميليشيات مسلحة لا تقبل مفهوم الدولة ولا تستطيع التعامل مع استحقاقات العصر من ديمقراطية وانتخابات وحرية سياسية وهو الأمر الذي لم يستطع ممثل الحوثي وصالح استيعابه خلال المشاورات وظلوا يتعاملون من منطلق أنهم سلطة الأمر الواقع التي ستجبر العالم كله على الخنوع لهم على رغم أنهم في الحقيقة لا يسيطرون على أكثر من 22% من إجمال الأراضي اليمنية ولا يريدون سوى ثماني محافظات فقط من إجمالي 22 محافظة يمنية وأثبتت فترة عام وتسعة شهور من سيطرتهم على العاصمة صنعاء فشلهم الذريع في إدارة السلطات التي تحت أيديهم مما جعلهم يرتمون مجددا في أحضان علي عبدالله صالح ويعقدون معه اتفاقا سياسيا مفاجئا يوم الثامن والعشرين تموز الماضي تنازلوا له بموجبه من نصف سلطاتهم وتراجعوا بموجبه عن إعلانهم الدستوري وكان بمثابة إعلان صريح عن عجزهم الكامل ومسؤوليتهم الكاملة عما وصل إليه اقتصاد البلاد من انهيار تام إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية مصدر يكشف للمصدر أونلاين عن ترتيبات حوثية لبيع مليون برميل نفط مجمدة في ميناء رأس عيسى يقول الموقع عن مصدر أدل بمعلومات خاصة إن إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز المعينة من قبل جماعة الحوثيين بدأت التواصل والتنسيق مع مدير شركة صافر النفطية المعين أيضا من الحوثيين لبيع مليون برميل نفط خام هي إجمالي الكمية المجمدة منذ أكثر من عام في ميناء رأس عيسى العائم وحسب المصدر فإن الترتيبات التي يجريها الطرفان تبدو أشبه بعملية تهريب وأن رجل أعمال مرتبط بجماعة الحوثيين هو الوسيط لهذه الصفقة وتشير وثيقة حصل عليها المصدر أونلاين موجهة من المؤسسة العامة للنفط والغاز إلى المدير العام لشركة صافر للإستكشاف والإنتاج إلى أن دائرة تسويق النفط الخام بصدد استكمال إجراءات بيع كمية مليون برميل نفط خام مأرب الخفيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2016 على أساس التصدير من ميناء رأس عيسى البترولي يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية الشرعية استئناف تصدير النفط والغاز من حقول المسيلة في حضرموت وإلى موقع الصهاري جنيوز والذي عنوان في صفحته الرئيسية وفاتوا شاب ونجاتوا آخرين في حالة غرق جماعي بمدينة عدن وقال الموقع غرق الشاب صلاح سالم علي البالغ من العمر 18 عاماً من أبناء كريتر في ساحل العشاق بالتواهي وأفاد شهود عيان بأن عدداً من الشباب غارقوا في الساحل المضطرب لكن المنقذين استطاعوا إخراج أربعة منهم بينما غارق الشاب صلاح وقال صيادون إن البحر في هذه المواسم يعتبر شديد الخطورة أمام الراغبين في ممارسة السباحة الحثيون ونقض المواثيق تحت هذا العنوان أتت افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية وقالت الصحيفة إن تاريخ الحثيين منذ انطلاقة حربهم الأولى ضد الدولة اليمنية في 2004 اتسم بنقض المواثيق والعهود حيث وقعوا عدداً من الاتفاقيات لإنهاء الحرب ولكنهم لم يلتزموا بواحدة منها بل استغلوا اتفاقيات وقف إطلاق النار لمزيد من التوسع وكسب الأنصار وظلت ممارساتهم تؤسس لتقسيم البلاد على أساس مذهبي بدعم من إيران هذا التقسيم المذهبي بدأ اليوم واضحاً في سياساتهم وفي التعيينات التي قاموا بها في مؤسسات الدولة المغتصبة فالحثيون يعتبرون أنفسهم امتداداً لحكم الإمامة الذي أسقطته ثورة سبتمبر ألف وتسعمائة واثنين وستين ولعل المعروف بدها أن نجاح أي حوار سياسي لتسوية أزمة ما يفترض أن يكون طرف هذه الأزمة على قناعة تامة بأن البندقية لا تحل الأزمات السياسية وأن الحرب مهما طال مداها واستطال لن تنتهي إلى نتيجة حاسمة لصالح طرف ما مدامت أسباب الأزمة قائمة وواضح جداً أن الأمر عند الحثيين وحليفهم المخلوع مختلف تماماً من خلال مواقفهم المتناقضة في مشاورات الكويت التي أثبتت أنه لا تعنيهم معاناة شعبهم المثخن بالجراح ولا أنين حرائره وأطفاله وشيوخه الذين شردتهم الحرب وأن كل همهم هو السلطة يخضع الحثيين أنفسهم قبل أن يخضع الآخرين إن ظنوا أن محاولات المخلوع صالح لشرعانة المجلس الأعلى الذين الصبوه ستمنحهم الشرعية التي يفتقدونها وعليهم دائماً تذكر حقيقة أن مجلسهم المزعوم سيظل غير معترف به محلياً ودولياً لذلك ليس أمامهم وحليفهم المخلوع إلا أن يدركوا أن الوصول إلى اتفاق سلام هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية وأن هذا الحل لن يتأتى إلا بتقديم التنازلات لا بالتمترس خلف الأوهام والحيل التي لم تعد تنطلي على أحد ركزت المواقع الإخبارية في عدن على ما يجري في كريتر وحذرت من تحولها إلى ساحة معركة كبيرة حيث عنوان موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية مواطنون في كريتر ينشدون قيادة إدارة الأمن وقيادة الحزام الأمني التدخل لحمايتهم مما يدعون أنهم مقاومة وعنوان آخر عن ذات الموضوع الوضع في كريتر قد يتحول إلى ما يشبه المنصورة عقب الحرب ونحذر الجميع من فوضى قادمة وحذر مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو مما قال إنها فوضى عارمة ستشهدها كريتر خلال الأسابيع القادمة وأكد سيدو في تصريح لعدن الغد أن مسلحين باتوا يعطلون عمل كافة المؤسسات الحكومية ويعتدون على موظفي الحكومة وحذر سيدو من بروز عمليات اغتيالات في كريتر خلال الفترة القادمة وسيرها على نفس خطى مديرية المنصورة عقب الحرب وقال سيدو ما يحدث اليوم يمكن تداركه عبر حملة أمنية تحسم الوضع في كريتر مشددا على أن تواصل ما يحدث ما يحدث قد يدفع الناس لدفع فاتورة باهظة مستقبلا وعندات المديرية عنوان موقع عدن تايم في صفحته الرئيسية الشرطة تحاصر مسلحين في برج التأمينات بكريتر عدن وإصابة مدير التأمينات برصاصة في الرأس وقالت التفاصيل إنها فرقة من قوات التدخل السريع التابعة لشرطة محافظة عدن حاصرت عددا من العناصر المسلحة داخل برج التأمينات في مدينة كريتر بعد اقتحامه واعتدائهم المسلح على مدير التأمينات وإصابته بطلق ناري وقال مصدر حكومي أن المسلحين قاموا باستدعاء مدير التأمينات خالد جابر لأسباب إدارية متعلقة بالعاملين في التأمينات وخلال النقاش بين مدير التأمينات جابر والمسلحين أطلق بعض المسلحين النار لتتجه أعيرة نارية صوب الجدار وترتد إلى رأس مدير التأمينات وأفاد المصدر بأن المسلحين احتجز أثنين من حراسة مبنى برج التأمينات ولكن تم إطلاق صراحهم في وقت لاحق وأكد أن القوة الأمذية ما زالت تلاحق المجموعة المسلحة قبل مطالعة أهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدينا ونصحبكم في جولة بين أهم مقالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي تراجعت مع بقية صحف الكويت عن تغطية الشأن اليمني وعادت إلى التعامل معه بمساحة صغيرة وزوايا مغملة حيث قالت صحيفة الرأي نقلا عن أحد خبرائها في التحليل السياسي والذي قال إنه لا يمكن إلا العمل على كسر الحلقة المغلقة في اليمن لم يعد من مجال آخر سوى الحسم العسكري الذي بات خيارا مطروحا في ظل تصعيد واسع بشرته القوات التابعة للشرعية بمرافقة تغطية جوية من التحالف العربي وقالت الصحيفة في ظل موازين القوى القائمة وفي غياب حسم عسكري يغير الموازين لا يمكن لأي مفاوضات يمنية يمنية أن تصفر عن أي نتائج ذات طابع إيجابي تفضي إلى تسوية من أي نوع وقال المحلل السياسي كل ما هناك أن الحلف القائم بين صالح والحثيين سيحاول خلق وقائع على الأرض وبغض النظر عما إذا كان هذا التحالف قابلا للحياة أم لا هناك واقع يحاول الجانبان فرضا يتابع ما يمكن أن يحول دون فرض هذا الواقع هو تغيير موازين القوى بما يجعل الجانبين المتحصنين داخل صنعاء يعيدان النظر في موقفهما والعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل رغبة في الخروج من المأزق الذي يعاني منه اليمن واليمنيون البيان الإماراتية قالت في أحد عنوينها اجتماع خماسي في الرياض تمهيدا لمحادثات اليمن مسؤول حكومي كبير كشف للبيان أن العاصمة السعودية الرياض تشهد اجتماعا خماسيا يضم وزراء ومسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا لافتا إلى أن الاجتماع سيبحث أسس الجولة المقبلة من المحادثات وقالت مصادر حكومية يمنية للبيان إن ترتيبات عقد لقاء خماسي لوزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا استكملت في العاصمة السعودية حيث سيقف الاجتماع المقرر هذا الأسبوع أمام الأزمة الجمنية والسبو السياسية لحلها وبحسب المصادر فإن اللقاء هو امتداد للقاء رباعي عقد في العاصمة البريطانية الشهر الماضي لوزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والذي وضع أسس الحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي العالقون اليمنيون في مطارات العالم بعد قرار إغلاق مطار صنعاء تابعتهم صحيفة الخليج وعنوانات الأردن يسمح بدخول 43 يمنيا عالقا في مطار عمان تقول الصحيفة أقدرت السلطات الأردنية عشرات التأشيرات الخاصة بدخول يمنيين عالقوا في مطار عمان الدولي أربعة أيام بعد إغلاق مطار صنعاء وأكد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية الموافقة على منح 43 يمنيا تأشيرات دخول فورية من دون رسوم وذلك بعد اتصالات مع الحكومة اليمنية وذلك بعد إطلاق اليمنيين العالقين في المطار لداءات عدة على صفحات إلكترونية بعد انتهاء تأشيرات زيارتهم حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى صنعاء قبل اختارهم بوقف الرحلات بسبب تواصل المعارك وأكدت الصفارة اليمنية في عمان انهاء أزمة العالقين وتكفلها بتوفير مقتضيات إقامتهم خلال الأيام المقبلة اليمن وفق مرئيات الأمم المتحدة تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال عبد العزيز التبست الأمم المتحدة بالحالة اليمنية بصورة مباشرة منذ عام 1994 عندما أوفدت مندوبها الأممي الجزائري الأخضر الإبراهيمي ليركض مع المراثون التصعيدي الحربي الذي أراده علي عبد الله صالح مستعجلا هدفه المبطن في القضاء على الحزب الاشتراكي اليمني وتجربة جنوب اليمن قبل وحدة مايو وقد أخفق ذلك الموفد الأممي في أن يكون وسيطا قادرا على تبني المنطق السياسي السليم وتبين لاحقا أنه كان يقوم بدور الموظف العمومي المتداعي مع جهاز الأمانة العامة للطابع الخيري المشمول بالوساطات الحميدة وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين وقد اتضح جليا في ذلك الحين أن موفد الأمين العام لا يملكون أي صلاحيات حاسمة في تبني وجهة النظر العادلة الموفد التالي جمال بن عمر كان أمامه معطيات واضحة المعالم وتسوية سياسية توافقية وافق عليها ووقعها رأس النظام السابق وهي المبادرة الخليجية التي جاءت أصلا وأساسا كمخرج عاقل لتجنب احتدام الحرب الشاملة في اليمن لكن جمال بن عمر انخرط في وظيفة الموفد الذي يريد نجاحا شخصيا حتى إن كان ذلك النجاح على حساب المرجعيات التوافقية التي ارتضاها الجميع وقد بدى ذلك الأمر جليا في الأيام الأخيرة لمهمته حيث تعاطى مع الحوثيين كما لو أنهم طرف سياسي أصيل في المبادرة الخليجية وأظهرت مهمته الدور المنطبي هذه الأمانة العامة باعتباره دورا لا علاقة له بالجبر والإكراه لمن يرفض العملية السياسية إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي عنونت في أحدى صفحاتها تنظيم القاعدة يسلم مواقعه في البيضاء للحوثيين تقول الصحيفة سلم تنظيم القاعدة مواقعه في المناطق الواقعة بين محافظتي البيضاء ولحج إلى الميليشيات الإنقلابية بعد انسحابه منها بشكل مفاجئ تتابع الصحيفة انصحبت عناصر تنظيم القاعدة في اليمن بشكل مفاجئ من عدد من المناطق الواقعة في محافظة البيضاء وسط البلاد وسلمتها إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية وقال مصدر الأمني للاتحاد أن الميليشيات الإنقلابية تمركزت بشكل مفاجئ في مناطق حدودية واقعة بين محافظتي البيضاء ولحج وشرعت بأعمال قصف عشوائي بصواريق الكاتيوشا صوب منازل سكنية في منطقة الحد في يافع دون أن تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وكشف المصدر أن المناطق التي قصفت من خلال الميليشيات المتمركزة كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة الذي فر قبل أيام من المواقع التي احتلها في مدينة يافع وجبل العر الاستراتيجي الفاصل بين لحج والبيضاء عقب حملة عسكرية واسعة أطلقتها قوات الشرعية قبل أيام صحيفة الحياة اللندنية تابعت المخاطر الاقتصادية المحيطة بالبلاد وعنونت محافظ المركزي اليمني يطالب هادي بتكليف شركة دولية بمراجعة عمليات المصرف وقالت التفاصيل محافظ البنك محمد بن همام نفى اتهامه بالاستخدام غير المسؤول للاحتياطات الخارجية مؤكدا أن المصرف يرفع بشكل دوري تقارير للحكومة عن التطورات الاقتصادية والنقدية ولفت بن همام إلى رسالة رئيس الوزراء الموجهة إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمتضمنة طلب تجميد أرصيدة اليمن في الصندوق وفي تلك المؤسسات وعدم اعتماد توقيع محافظ المصرف المركزي ونائبه حتى إشعار آخر وطلب بن همام من الرئيس هادي في الرسالة التي اطلعت عليها الحياة إصدار توجيهاته بالتواصل مع صندوق النقد لتسمية شركة مراجعة حسابات دولية غير مقيمة في اليمن متخصصة في مراجعة حسابات المصارف المركزية وتكليفها بمراجعة كل عمليات المصرف لتأكد من أن ما يقوم به يأتي في إطار الصلاحيات التي خولها القانون مقاضات الكيان تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في عدد من المواقع الإخبارية وقال الكاتب من بين ركام الأزمات والحروب الداخلية العديدة يبحث اليمنيون عن أي بصيص من الأمل لاستعادة الأمن والأمان الذي افتقدوه طوال أكثر من عامين من الحروب العبثية التي ارتكبها أنصار الموت المتنقل في كل مكان بصيص الأمل الذي كان باقيا أثناء تواجد المفاوضين في الكويت لإنجاز اتفاق شامل تبخر مع فشل المشاورات التي كان يراهن عليها الكثيرون في حدوث اختراق جدي للفشل الذي لازمها طوال الأشهر الماضية وبالذات في السويسرا بخاصة وأن الكويت رمت بثقلها لإنجاح المشاورات بشكل يليق بدورها التاريخي في المصالحات التي كانت تقوم بين شطري اليمن خلال الحروب والنزاعات الماضية يعلم اليمنيون أن التقاتل لم يجلب للبلاد إلا الخراب والدمار وقد جربوا خلال العقود الماضية كل الحلول العسكرية لحل أزمتهم إلا أنهم لم ينجحوا فيها لم يتعلم صالح من دروس الحروب المدمرة التي خاضها خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة وثلاثين عاما وقد تعهد في مهرجان انتخابي له عام 2006 بالقتال من نافذة إلى نافذة إذ لم يجري إعادة انتخابه مع أنه استخدم حينها كل إمكانات الدولة وأجهزتها ومن بينها الجيش لضمان عودة انتخابه من جديد اليوم تتحقق نبوءة صالح على الأرض فقد أشعل ومعه الحوثيون الأرض اليمنية كلها بحروب داخلية وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة